على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحفة ولا في غير الصحفة وافتراء عن الجزائر. أولاً الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم بمنقوش الكل. ثانياً لما نشوف الزخم مكتوبة الموجودة في الجزائر ليست موجودة في مكان آخر مع عدد الدول ربما راقية. صعب لتكلم على هذه المؤسسات التي تعطي نفسها حجم دولي. تبقى مهما كان حالي نوال جي. الزخم، الزخم الذي موجود في الجزائر. تلك المقالات التي تبدع في السياسة كما في الاقتصاد في التكنولوجيا كما في الصحة في شؤون المحلية والمدارس والجامعات كما في شؤون الدولية. ذلك الزخم، تلك الجرائد والمواقع التي يتقاطر عليها الناس من كل حدب وصعوب حتى اللي ما يعرفوش العربية والفرنسوية ترجموها إلى الإسبانية وإلى الهندية وإلى الصينية وإلى الإنجليزية وتنشر وتأخذ من الجزائر في هذا الزخم الصحفي وتنشر في كبريات جرائد العالم. ألا ترون أن الواشنطن بوست، أن الشروق بوست، والخبر نيويورك، والخبر تايمز، والوطن، ما ليش عارف، ستريت جورنال، راي كلها تنشر عندنا؟ ما هي السلام، ما هي السخم؟ أكاد أقسم غير حانب أنه ولا واحد من المسعورين يقرأ ولا نشاف من هذا الجرائد، وأن هذه الجرائد اللي راه يترح لهم لمكاتبهم وكذا بش هم يشيروا أصحاب الدكاكين تعال الجرائد وما يدفعوش، وقالوها، قالوا ما راهما ما يدفعوش للضرائب ونطبعو لهم باطل إلى آخره، ما نعطب كل شي باطلوا بالصح، أبقاوا قدسونا، أبقاوا قدسو هذا التعبان الذي لا يحسن أي كلام، ولا يفقه أي حديث، وكأنه في لقاء تعقهاوين تعناس ما قرأوا ما شافوا، وكأنه وكأنه، أبقاوا قدسو فيه، قدسو في واحد مثل شنقريحا يتحدث على الأصولية، وهو واحد من كبار المجرمين، وتجي جرائدهم، أهل جيش يقول، أهل جزائر تقول، ويبدأ هو تبون قال لك الجزائر وأبنائها أغلبهم، هو الجزائر، لأنه هو الجزائر، فهو اللي يحكم على أبنائها أغلبهم وأقلهم، هي مسخرة هذه، مش عارف مع واحد من الصحفيين، والله مع الجزيرة اللي يجا تسيرش فيه، يقول عنا ثمنمائة صحيفة تصدر في البلاد، بين مجلة وصحيفة، وقال عنا ثمنالاف صحفي، عجيب، شوف رأي الشعب الجزائري، هذا في وقت بوتفليق اللي كانت شوية صحافة عندها، واحد الخمسة في المئة، ولا عشرة في المئة، انتعها مش مناظرة، اسمع واش كان يقول الشعب الجزائري، على الصحافة اللي راي أبشع بكثير، الآن في زمنك، شوف واش كان يقول الشعب الجزائري، هذا مقطع، ألا نوريك مقطع آخر، ، mau صحافة، ايοιع سو جناحين، يا صحافة، الوصول، يب Trying to patrol طلبة التح задач، او رأي الشعب صحافة زاخرة في الجزائر مع ذلك كما قلت وللانصاف أن الصحافة في زمن المقعد المحنط نقدر نقوله كانت أفضل بحوالي 10% وكان من حين لآخر فيها انتقادات أو فيها شيء للمسؤولين أو أو طبعا ما يمسوش الولي السفيح اللي هو الجنيرالات هذا ما يمسوه مش لكن كانت فيها بعض الأشياء ومرة ما رأيس سمحوا لهم لما أعطاح مثلا القيد صالح بجنيرالات الكوكايين سمحوا لهم باش ينشروا على الموضوع مثلا فيتبون انتظرك تخاطب في ناس والله تخاطب في ناس تعتقد أنهم مصابين كما انت بما بعته ذهني مصابين بنا دايما نقول منين جابوه هذا تبون منين جابوه يعني هذا المجرمين تعال جنيرالات كانت أمامهم بعض الوجوه اللي يقدروا يجيبوا بها شوية يعقبوا بها الوقت يعني مين جايبين هذا؟ طبعا ذلك الوقت اللي فرض هذا الأمر هو قيد صالح وبعزة وسينا ريتفع في الثامن لأنه كان حاب يجيب ميهوبي ميهوبي سافية لا يقل سافاهة تم لكن لكن ليس لهذا لحد هذا هذا محتوه هذا 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 ما عندهوش عقل يخاطب الناس وكيف نرى يتحدث على سويسرا والله على السويد والله اللي الناس توجهه الانتقادات والإعلام توجه الإعلامات 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 إنتقادات وبعد يقول لك هذا منظمة ما قاله 1 جاي ما عيش أمم المتحدة 1 جاي تصيب بصحادة 1 جاي هك استقبلت الممثل التاح عدرارني اللي قلت عليه خابار جاي في التلفزيونات وسجنوا بسبب أنك أنت قلت باللي حكمنا خابار جاي هل كيف فهمنا عدرارني هذا خابار جاي ولا؟ وهذه أرساف اللي انتا تقول باللي هادو منظماته عليها جبتهم مل عليش عرضتهم وعليش خطيت رسالة من عند خالد درارني لماذا؟ طبعا خالد درارني إذا كان على الأقل أنا من هنا نوجه له عتاب أخاوي نقول له رحت باعتبارك ممثل أرساف وخطيت رسالة مقبولة منطقيا مقبولة لكن أنا نقول له مسيو البرزيدان وتجلس في مجال ستاكل معهم وتقصر معهم وتتحك معهم لا هذه كانت إساءة لك وإساءة لما تدافع عنهم في الحرك نغلق القوس نرجع لتابون طيب تابون أنت استقبلت هذا هاكي رساف اللي قلت أنك استقبلت اللي موجه أي ممثل الشخص اللي سجنته انتا سجنات ومخابراتك وقضائك وتهمت بأنه خبارجي وجاب لك رسالة على شخص آخر هو زميل ورئيسه في العمل اللي هو قاضي إحسان على مغرب اميرجنو على راديو ام جاب لك الرسالة عليه تعالي الارساف قاضي إحسان أيضا اتهمت انتا في التلفزيون بأنه خبارجي فهمنا واش الخبارجيات تستقبل هم مساعدة لاستقبل يا إما خبارجي وما تستقبلوش يا إما مش خبارجي وهنا رك تكذف يروحك علنا والله أغير يا إخواني خاينقول لها لكم مش عارف داخل شعب جزائري هذا لا شكون اللي دار ظلم غير مسبوخ وغير موصوف فبتليت الجزائري بهذه العصابات وممثلها هذا تبق يعني كان جزء من الشعب هو شخص ولا دعاء للبلاد هذه أو الناس ارتكبت ذنوب ما عندهش حدود فربي بتلانا بيهم مش برك فتنة هؤلاء يعني لا منطق لا عقل لا حديث مفهوم الشي وعكسه قل لك حنا عندنا أكبر تغطية للكهرباء في العالم حنا عندنا أفضل منظومة صحية في إفريقيا حنا عندنا ما نشعارف الآن يقول لك الجزائري والزخم الصحافي فيها وين رايح هذا الإنسان وين ماشي وين ماشي بهذا الكذب مش معقول ترجمة نانسي قنقر